السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو النهاردة عن التغيير اللي انتو شايفينه ده غير نفسيتي جدا وعجبني واتمنى يعجبكم وتشوفوا الفيديو للاخر وتحطوا لايك وكمنت واشتراك بالقناة لو لسه ما اشتركتوش الفكرة عندي بقالها فترة طويلة بس كنت مترددة خايفة ما يعجبنيش وخايفة يبقى صعب شوية في التنظيم انا منزلتش الفيديو الا لما جربته حوالي كده اسبوع بقلي اسبوع مجربوه عايزة اعرف هو تنظيفه هيكون عامل ازاي هل حيديقني هل حيصرب ميا التفاصيل دي كلها هتعرفوها في الفيديو دوت ويأوريكم الاول ازاي ركبته انا بحب اللون القابض عشان كده عملت قابض لكن فيه اللون كتير منه اول حاجة طبعا بتختاره اللون وبتشترون كل الاماكن دلوقتي بقى موجود فيها الفوم ده اسمه فوم جدرات انا حواليكم في الجزء دوت علشان تعملي جزء زغير او جزء حتى كبير وانتش هتقصي منه لازم يبقى معاك متر وتعملي كده على ظهر الفوم وتشوفي تفرغي كمان التفرغات اللي انتش هتعمليها يعني مثلا الجزء ده هفرغ جزء فيه اللي هي فيه الفياش انا عاملة مخصوص عشان اتقدار الفياش اساسا الفياش دي مضيقاني ومش عايزة اكسر فيه السيراميك خالص آآ بس كان لازم اعمل فياش لان آآ المشتركات فيها مشكلة وبيخلي بالكو آآ المشترك بتعمل المشترك لو حطيتوا عليه كزا جهاز او حتى جهاز واحد بيعمل مشاكل كبيرة ربنا يحفظكم انا عندي الجزء ده فيه اسلاك اهو كتير طلعة علشان اعمل فشتين آآ الماكرو ويف والشفاط وكمان اعمل للشفاط التاني آآ اهم حاجة ان احنا نمسح السطح اللي هنعمل عليه كويس جدا نمسحه ونشيل اي رواصف فيه آآ وبيحركوا باديكوا كده لاني ممكن فيه حاجات ما تشوفهاش الا بااداءة قوية انا ولعت الااداءة عشان اشوف بعد ما بتمسحه كويس جدا وتنشفه كمان تمسحه بعد كده تنشفه ايه هتاخدوا المقاس يعني جزء كده بدأ يفرغ لجزء بالقطر ويتبدأه آآ مثلا تحت دولاب المطبخ انا حبدأ من تحت علشان الاجزاء اللي هتكون فضل تفضل فوق آآ وبعد كده لو فيه زيادات اللي هي اللي فوق ديت بنقص مش حيبان خالص من دولاب المطبخ بعد ما باخد المقاس باشي الجزء زغير منه كده ما باشيلش اللازق كله لانه ممكن يلزق الجزئين على بعض يتتنوا على بعض يتلزق ومش هتعرفي خالص تفكيه من بعض لان لازق ده قوي ولو دخل في بعضه هتبقى مشكلة له اكبره آآ فانش تحطش كده طبعا انا كده حطيت غلط هشيله تاني بنجرب الاول يعني ملزقش مرة واحدة وبعد كده اشيل لا جربي كده وبعد كده بدأ يقولي بسم الله وبدأ يلزق بس نصيحة لكم لما تبدأوا ابدأوا من اقصى جهة يعني انا هنا بدأت من الجزء اللي في اللي تحت دلاب المطبخ على طول يعتبر من النص من اول جدار من اول الجدار بس من النص المطبخ لأ ابدأي من جهة شمال اه شمال او يمين علشان يهي الخطوط دي تمشي مع بعضها آآ لانك لو ما بدأتيش كده هتضطري تهدري كتير بعد كده آآ عشان لازم تجيبي قصات بعضه تجيبي الخطوط البيضة دي قصات بعضها الخطوط اللي هي العرضية آآ هتلزقي بقى كده آآ واحدة واحدة وتجيبي مكان ما انتهيتي تجيبي الفرخ الجديد تحطيه جنبه عشان تبقى البلاطات واحدة آآ تلزقي كله لو في زيادة من فوق او في جزء حيتزود بتقسيها وتشيلي الزيادات بالقطر اللي هي الحاجات رفاية ديش لناها بالقطر آآ شكله حلو قوي طبعاً يعني هنا بين اول جزء بين البيج وبين الابيض آآ في ناس كتير حتقول لي سراميك احلى يا مونة كان احلى بس انا بحب الابيض يعني هو انا مش عاجبني بصراحة المطبخ من اول ما اتعمل فانا كان نفسها غير الابيض آآ ما فيش امكانية دولات ان انا غير سراميك بقى وهده والكلام ده فالفوم ده حلو قوي لللي عايز يغير ديكور عنده في البيت فيه طبعاً اشكال منه كتير جداً آآ فيه اشكال تنفع لجدران آآ ريسبشن آآ تنفع مع مودرن فيه حاجات تنفع مع ستيل فيه حاجات تنفع لغرف الاولاد فيه كمان دلوقتي نازل منقوش فيه بيتعمل بلاطة وبلاطة هو اصلاً معمول بلاطة وبلاطة فيه الوان كتير اوي آآ انا جبته منين بقى انا جبته من آآ كمال سعد اللي موجود في محمد نجيب آآ ما كانش عنده الابيض بقى له فترة كل ما روح ما بلاقيش الابيض آآ فلسه منازل الابيض آآ قريب آآ فاول طبعاً ما نازل جبت بس آآ واحدة اجربة خلت ابني جاب واحدة اجربة وبعد كده جبت الباقي آآ هو ارخص آآ واحد طبعاً اللي فوق ده هنشيلوه بالقطر هو ارخص واحد كمال سعد آآ لان الفرخ ده تمانية ملي ضروري تكونوا عارفين انه صمكه تمانية ملي هو الصمك في السوق اربعة وستة وتمانية فأعلى واحد اللي هو تمانية لو انتو بتجيبوا من عند بتوع ديكورات هتلاقي اللي هو تمانية ملي بخمسة واربعين جنيه سبعين في سبعة وسبعين آآ لكن دوت عند كمال سعد بثلاثين جنيه مش عارفة ممكن يبقى فيه فرق في الخامة ولا لا بس الماتيريال اللي انا مسكتها عند بتوع ديكورات هي هي الماتيريال دي آآ عجبني لما خلص آآ الحمد لله كنت خايفة منه مترددة كتير الوش طبعا دول جوز يفكوهم وفرق مكانهم وحطوهم تاني الوش البيش ده عايزة اغيره الابيض لما حد من الولاد ينزل ابقى خليه يجيب وشين ابيض من دول عشان يبقى شكله احلى آآ انا يعني بحب قول بجات وكل حاجة بس الابيض حاسها في المطبخ احلى وكمان في السعودية كان عندي سراميك ابيض فكنت مرتاحة او مع الابيض الحقيقة بيبان كده فيه النظافة خصوصا الناس اللي بتنظف متعب للناس اللي ما بتنظفش يوم بيوم لكن الناس اللي بتنظف وبتحب النظافة شوية مريح جدا لها انها بتحس طول الوقت بنظافة ده الجزء اللي انا عملته هنا جنب التلاجة بس هو مش ملزوف التلاجة انا لزقة بس الحرف بس من فوق بس عملته عشان يعني يمشي مع الباقي كده هنا غلفته بس شوية بحطة فوم اللي هي الفيشة مؤقتا الوقت ما اجيب وش للفيشة آآ كنت مترددة كتير اني اعمله لكن لما عملته الحمد لله الحمد لله ما ندمتش آآ كنت عايز اعمله من زمان بس كنت خايفة بس اللي خلاني عملته اللي هي الفيش دي انا بقى مش عارفة اكمل بقى باقي المطبخ ولا اقف على كده ده الجزء اللي انا بستخدمه طول الوقت آآ هنا كنت مدام مسفول الحلقة على النار آآ فا آآ مش عارفة هل اكمل باقي الجنب ولا اكتفي بالجنب ده بس الكاميرا الاقضاء بتعكسها شوية آآ كده خلاص خلاص الجزء ده انا بحب رخامات تكون فاضية بس في شوية حاجات عايزة ان شاء الله اغيرها آآ انا بحب اغيرها على رمضان فان شاء الله كده كم حاجة هغيرها على رمضان آآ هتشوفوها معي ان شاء الله كم حاجة للدكور كده وتكون في نفس الوقت بستخدمها آآ دول حاجات انا كنت عاملاهم آآ الدورة دي بطلع عليها الحاجات من الفرن فكنت عاملاها كده بآ بصورة طبعها والتاني ده كنت عاملاه بورق رخامي آآ اتمنى يكون الفيديو عجبكم لو عجبكم ياريت كومنت واشتراك في القناة ولايك للفيديو واشوفكم على خير في فيديو جديد وبي باي اشتركوا في القناة